وانتقطع بس اكيد انت كمان ليك دور بتطور الكوادر التدريبية عندنا فلا يبقى بس اكيد خالد احنا قبل ما نشتغل خالص احنا ابتدينا 19 ستة احنا طبعا كنا منطقين المدربين من قبلها بفترة كبيرة عملنا جلسات ورش عمل سوائره كده احنا اهدافنا ايه السنة دي البلان بتاعنا ايه كل مدرب ما يغليش في اهدافه على قد ما نيدر بس احنا عايزين نوصل لليفل معين اضاحة الامور بالنسبة للمدربين ده كان حاجة كويسة جدا عبنا عملنا ورش عمل مع المدربين واشتغلنا على ايه الخطة اللي هيتبقى موضوعة ازاي وحيعملها ازاي وحيشتغل عليها ازاي احنا اشتغلنا السنة دي بشقين اشتغلنا بشق بدني وشق فني لان حضارك احنا كنا بدنيا محتاجين مع كم التدريب الكبير دوت اا فترة يعني الولادي بقوا جهزين بدنيا وفنيا والمدربين فعلا التزموه بقى 20 ó افكار وبقينا نتعاون مع بعض كلنا شيء مهمة جدا اه وبنعمل تقريبا اجتماع اه شهري. دلوقتي تعمل اجتماع برضو ولا خلاص? لا خلاص احنا بقى قولي بقى بتعمل ايه او الولاد في البيوت دلوقتي اديوتهم حزة تدريبية معينة او بتواصلوا معهم ازاي او بتقولهم اعملوا ايه في البيوت? احنا الحاجة الوحيدة او حتى من خلال القناة ممكن لهم كلام مهم يعملوا في بيوتهم. اولا حيك احنا دلوقتي عملنا برامج اه فتنس لكل لكل الفرق. ما شاء الله. اه بعتنا لهم طبعا على الجروبات. اه لان حيك عارف ان احنا ما نقدرش طبعا الكور البيوت هتتكسر وكلام ده كله. اتكسرت عندنا بزمان. بالزبط. احنا شغالين دلوقتي لهم على الفتنس بشكل كبير علشان الولاد لما يرجعوا ما يبقوش بعدو لان طبعا فعارف حيك فترة توقف شهر تقريبا. اه بتهدم الفورما الرياضية كياننا بنبدأ من اولو جديد. احنا حاولنا نتغلب طبعا دوت عن طريق البرامج اللي بعتنا لهم على جروبات. المدربين بيتواصلوا مع الولاد بيشوفهم بينفزوا ولا لأ. اه تعليمات طبعا عن الاكل لان طبعا الفترة دية الاكل حيزيد والقعدة حتزيد. خايف من الوزن الزيادة. اه طبعا انا عندي اه طبعا في السن الصغير بالذات لان هم عندهم قبلية للوزن. اه طبعا بشكل كبير وكانوا بيتمرنوا اربع ساعات في يوم وفي الشتة ساعتين واكتر. فطبعا القعدة في البيت اه حتزود. فبنحاول بقى ان احنا نصيحة على الهواء لكل لاعب في كرة داد او كل لاعب صغير بيلعب في رياضة تقولهم ايه في موضوع الاكل بالزيد. هم لازم يهتموا ويعرفوا ايه الاكل الصح وايه الاكل الغلط. يعني لازم يعرفوا ان هم لازم الفترة دي يقللوا وجباتهم على قد ما يقدروا. اه ما يمنعوهاش لكن يقللوها. يقللوا الكمية لان الاول كان بيبزل مجهود وبيحرق سعرات كبيرة جدا. بس كان بيأكل بقى فاست فود ودلوقتي بقى اكل بيت. مع اول مفروض طبعا داي حاجك وهيصد الحاجة الايجابية انه هي الاكل بيت. طبعا اه لازم يهتموا بالفاكهة والخضروات ويقللوا النشويات شوية عشان ما فيش بزل المجهود. اه لازم يهتموا بشرب المياه كتير. لازم يهتموا بالعصائر. لازم يهتموا بالحاجات اللي هي بتديهم طاقة. وفي نفس الوقت نسبة الحرق بتاعها اسرح. دكتور تامر بيتطميننا على خطاع النشئين بس اسئلة سريعة عشان الحلقة بتجري معاك بصراحة جريت بصراحة جدا. بطولة دكتور تامر كسبها السنة دي. وفعلا كان بطولة عزيزة عليه. في خطاع النشئين. اي بطولة? اه كاس بتاع الفين واربعة. خسر بطولة وزعل عليها. اه خسرت الشتوية الفين وعشرة زعلت جدا عليها. لان الجيل ده انا مهتم بي قوي ومتميزة قوي. وكانتش تخسر? ما كانتش تخسر اوه. بس اه يعني ربنا بقى ارد. مستقبل عندنا في كرة اليد مشرق? ان شاء الله كنت خير بازن الله. على ايديك وإيه كله مدربين. ان شاء الله وعلى ايديك اللي جايين بعدين احنا بنحاول نحط نواة للقطاع النشئين من السنة دي ان شاء الله تنطلق انطلاقك ويسا جدا لحظ مزيد للبطولات للنادي ان شاء الله. اخر سؤال هسأله لك سريعا جدا. وينك وبين كابتن عمر شاوي رئيس الجهاز? اه لا بصراحة كابتن عمر انا بقالي معاها دي ده تاني موسم. اه هو متعاون جدا بشكل كبير. متواجد جدا بشكل كبير. اه بيساعدنا بشكل كبير. يعني ساعدني انا في حاجات كتيرة جدا. بيساعد وليس هو صاحب القرار الاول. لا اه كابتن عمر اه الميزة فيه انه هو دايما بيحط يعني بيدق نقوص الخطر. اه دايما بيقول جماعة خلي بالكو فيه كذا كذا كذا. لما بتكلم معاه بقول له انا عايز اعمل كذا كذا كذا. بالعكس بيشجع. اه بيحاول يساعد. هو حلقة الواصلة ما بيننا وما بين نشاط الرياضي ومجلس الادارة. فاين بدور بصراحة احييه عليه يعني. دكتور تامر نورتني وشرفتني. وقت يجري معك بسرعة. بس اسئلة كتيرة. بس حلقة تخلصت. الله يخليك تخيلة دي الشرف لي انا والله. ودايما على تواصل معاكم. ودايما هنلتقي. بس هنلتقي حلقة واحدة في الاسبوع يوم السبت فقط.